اشتركوا في القناة احبكم في لقاء جديد من لقاءات مادة التربية الدينية الاسلامية للصف الخامس الترم الثاني لا تنسوا في نهاية كل درس فيه واجب للحصة هنحل الواجب ونكتب عليه اسمنا واسم الدرس ونبعثه على جروب خمسة في التليجرام رابط جروب التليجرام لسنة خمسة وقناة التليجرام للمعالي هتجدوها ان شاء الله في صندوق الوصف او في اول تعليق ولكن فضلا لا امر لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا اعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد يلا بنا يا حبيبي نبدأ على بركة الله درسنا يا حبيبي هو الدرس الثاني من العبادات بعنوان صوم رمضان الاعذار المبيحة للفطر ومفسدات الصوم تاني صوم رمضان الاعذار المبيحة للفطر يعني ايه اللي يخليك تفطر مفيش مشكلة في الافطر في رمضان او المفسدات الحاجات اللي احنا ممكن نعملها تؤدي الى فساد الصوم وبالتالي طبعا هيكون فيه سيئات من مظاهر رحمة الله بعبادة من رحمة الله انفر للصوم على من يقدر على اداء طبعا دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى الصوم طبعا فيه مشقة ولكن فيه ناس ما تقدرش على المشقة دي فمن رحمة ربنا ان ربنا اعفاهم من الصوم ولكن فيه طبعا تفصيلات هنعرفها في الدرس واباح الفطرة لمن لا يقدر عليه لاعذار محددة اه يبقى مش كل واحد يقول انا مش قادر رسوم نقول له افطر لا فيه اعذار محددة ربنا وضحها في القرآن وفي السنة ايه الحاجات اللي احنا ممكن نفطر معها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة الاية 185 تعالوا يا حبيبي نروح كده للاعذار المبيحة للفطر المبيحة يعني ايه يعني تسمح للمسلم انه يفطر اول حاجة المرض واحد مريض يمكن للمريضي ان يفطر في رمضان اذا كان صومه سيؤدي الى ايه الى تأخر الشفاء او شدة المرض او الهلاك تاني واحد مريض بس قادر يصوم والصوم الدكتور قال له ما فيه مشكلة يبقى ده ايه واجب عليه الصيام ما ينفعش يفطر طيب واحد الطبيب قال له ده الصوم هي خلي الشفاء يتأخر والقلم يستمر او القلم هيزيد او لا ده انت لو صمت ده ممكن يكون فيه الهلاك الموت يعني فده كده مباح له ايه ان هو يفطر رقم اتنين السفر السفر بس مش كل صفر مش رايح مثلا ايه بلد اللي جنبك والبلد اللي بعدك اه او بلدين كده وتقول لي ايه انا مسافر لا طيب السفر فيه مساحة العلماء حددوها لمسافة لا تقل عن ثلاثة وثمانين ونصف كيلو متر اللي يسافر ازود من الثلاثة والثمانين ونصف كيلو متر يباح له الافطار يباح له الافطار تمام طب قال لي من كده لا تصوه رقم ثلاثة العجز عن الصوم اه ممكن واحد طيب هو مش مريض ومش مسافر بس هو عاجز يعني ايه ضعف عنده كبر سن سنه كبير قوي راجل مش قادر يصوم لا هنا ايه يباح له الافطار لقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين البقرة الاية 184 رقم اربع ايه الحامل والمرضع المرأة الحامل بجنين او المرأة المرضع اللي انجبت وابنها لسه ماكملش سنتين وبيرضع تمام يمكنهما ان تفطر في رمضان اذا كان في صوم كل منهما ضرر عليها او على طفلها يعني الطبيب قال ان الصوم هيكون فيه عليك ضرر او على طفلك فواجب فايه فلها ان تفطر والصواب انها تفطر يبقى احنا كده عندنا اربعة من مبيحات الافطار رقم واحد ايه السفر اتنين المرض تلاتة العجز وكبر السن اربعة الحامل والمرضع نحفظ الحاجات دي حبيبي ما يفسدوا الصوم كل ما يقوم به الصائم في نهار رمضان ويبطل صحة صومه في حاجات الانسان يعمل في نهار رمضان ويبطل صحة صوم كده الصوم بتاعه باطل الحاجات دي زي ايه كل ما وصل الى جوفه عمدا ما كان بلع الطعام عمدا خد بالك عمدا يعني متعمد مش ناسي هو فاكر مسك الفكهة واكلها مسك الزجاجة وشرب مية وهو عارف ان هو صايم يبقى كالطعام والشراب والدواء وغيرها يبقى كل ما وصل الى جوفه ايه عمدا القيء العمد القيء العمد ورجع الاكل ايه من بطنه تمام بس عمدا خد بالك عمدا يعني هو مدرك حط ايده كده في حلقه فرجع الاكل اللي في بطنه عمدا يبقى ده برضو كده ايه فسد الصوم فسد الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عامدا فليقضي يعني فليقضي هتيجي بعد شوية يبقى يلا كنا نقول ما يفسد الصوم حكتين اتنين كل ما وصل الى جوفه عمدا القيء العمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عامدا فليقضي رواه ايه الترميذي طيب يعني فليقضي بقى يعني الايام اللي هي فست فيها صومه او المسافر اللي كان مسافر ورجع خلاص او المريض وربنا شفاه هيعمل ايه في الايام اللي افطرها هيعمل حاجة اسمها قضاء ايام رمضان الفائتة الفائتة اللي عدت وهو افطرها يبقى ايه قضاء يعني ايه قضاء لان صوم رمضان فرض على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوبه فمن افطر يوما لعزر او لفساد صوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم في غير شهر رمضان يعني يصوم يوم مكانه يصوم يوم مكانه المسافر والله المسافر ده فطر اربع ايام مشي علشان كان مسافر وعلى ما رجعه مش عارف فيه اربع ايام او تلت ايام او يوم حتى يبقى بعد مضام ما يخلص يصوم اليوم ده طيب واحدة كانت حامل والطبيب قال لها انت فيه ضرر عليك في الحمل طيب بعد الحمد لله ما ارضعت والصحة بقت كويسة فطرة ايام معدودة في رمضان تعمل ايه تصوم نفس الايام بعدد الايام طيب صحيح حبيبي يبدأ بنسميه ايه بنسميه قضاء ايام رمضان الفائتة ولا يرئ لقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرى مرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ولعلكم تشكرون ما معنى العسر يا حبيبي العسر معناها الشدة لا يريد بكم ايه الشدة ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يكون عندنا فيه صعوبة في حياتنا ولا شدة ولا عسر ربنا يسر لنا حياتنا ويسر لنا العبادات العسر معناها الشدة العسر معناها ايه الشدة ولتكملوا ولتكملوا العدة ايه هي بقى لتكملوا العدة يعني تتموا صيام صيام ايه صيام رمضان تتموا صيام او عدد صيام رمضان رمضان مثلا 30 يوم انت فطرت في يوم في رمضان لأي عضر يومين يبقى تصوم اليومين علشان كده يبقى تميت التلاتين نروح نشوف شرح الايات يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بان اختارهم من بينهن لانزال القرآن العظيم فيه انزله الله هدى انزل الله ايه القرآن هدى لقلوب العباد ممن امن به وصدقه والتبع وعلى من شهد استهلال يعني بدء الشهر استهلال يعني ايه بدء الشهر بالهلال اي كان منقيما في بلده حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه ان يصوم لا محالة طيب المريض ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه او يؤذيه او يؤذيه او كان على سفر اي في حال سفر كل الاحوال دي فله ايه ان يفطر فاذا افطر فعليه ان يصوم عدد ما افطره في السفر من الايام لان الله يريد التسير على عباده نروح لحاجة مهمة جدا وهي ايه ما لا يفسد الصوم اه في حاجات احنا ممكن تحصل مننا تحصل مننا وفاكرين ان الحاجات دي ممكن تفطر لا والصوم فاسد لا في حاجات ايه تعالوا نشوف ايه الحاجات التي لا تبطل الصوم يعني حصلت منك كم الصوم عادي هناك امور اذا قام بها الصائم في نهار رمضان لا تبطل صومه وليس عليه قضاء يومه لان هو ما افطرش اصلا ومنها ايه الاكل والشرب ناسيا احنا اخذنا الاكل والشرب متعمدا ده يفسد الصوم وعليه القضاء لكن واحد اكل وشرب ناسي كان صايم وشأنيسي يعمل ايه يكمل صيامه عادي اول ما يفتك وعليه ان يتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه استكرهوا عليه معناها ايه جبروا على فعله مضطرينة اه يعني عملوا حاجة غصب عنه غصب عنه تمام مش بقردته يبقى ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الحديث رواه ابن ماجا طيب رقم اتنين فيما لا يفسد الصوم استخدام فرشات ومعجون الاسنان استخدام فرشاتي ومعجون الاسنان ينفع تستخدمها في نهار رمضان اه ينفع بس بشارد اللي لم يدخل منه شيء الى الجوف تب انت خايف تستخدمها فبيدخل ايه منها شيء في الجوف اللي هو الحلقي يعني مجرى اللي بينزل منه الطعام والشراب خلاص ما تستخدمهاش استخدمها بعد الفطار مش مشكلة رقم جيم المضمضة والاستنشاق وانت بتتمضمض وتستنشاق تعمل ايه ها ينفع اه ينفع هل يفسد الصوم لا ما يفسدش الصوم ولا حاجة وتستمر عادي احنا كده كده لازم نتوضى نتوضى للفجر نتوضى للظهر والعصر والمغرب كمان تمام يا حبيبي بس ايه بشرط من غير مبالغة يعني ما تملاش فمك او بالايه بالمية ليه علشان انت ممكن يوصل حاجة غصبة عنك يبقى انت كده عملت فعلي يؤدي الى ايه الى ان دخول الماء في الجوف فلا انت مضمض بقى مية قليلة استنشق بمية قليلة يبقى المضمضة والاستنشاق في الوضوء من غير مبالغة حتى لا يصل الماء الى الجوف رقم ثلاثة القيء غير المتعمد احنا اخذنا من شوية ايه القيء المتعمد يفسد الصوم اما القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم لا يفسد ايه الصوم تمام يبقى اكل الشرب ناسيا استخدام فرشاته معجون الاسنان مضمضة واستنشاق قيء غير متعمد الامور دي لا تفسد الصوم اه طب احنا كده عرفنا مفسدات الصوم وما لا يفسد الصوم في حاجات بقى لا يفسد الصوم ولكن يؤثر على ثواب الصوم كأنك ما صومتش ما بتاخدش ثواب الصوم ايه نعم ما بنقولكش افطر انت كده صومك خلاص فسد واقضي يوم تاني لا ما بفيش كده صومك مستمر عادو مش هتقضي يوم ولكن مش هتكسب من الصومك ده ايه ثواب انت بس عمال تتعب نفسك وعالفاضي ايه هي بقى الحاجات دي اذا ارتكب الصائم المعاصي في نهار رمضان واحد صائم وعمال يرتكب معاصي سخرية والغيبة والنميمة وإيزاء الآخرين وفي النهاية يقول لك انا صايم واخد ثواب الصوم لا انت صايم فعلا بس مش هتاخد ثواب الصوم فإن ذلك لا يفسد صومه ولكن يمكن ان يقلل من ثواب الصوم الذي يحصله يبقى السخرية والغيبة والنميمة وإيزاء الآخرين لا تفسد الصوم ولكن تؤثر على الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع رواه النسائي يعني ربما يكون فيه صايم عمال صايم 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 وما لهش في الصوم إلا انه جوع نفسه خلاص ما خدش صوب عليه لذا فالأفضل للصائم أن يتعود على اجتناب المعاصي يعني الابتعاد عن ايه المعاصي اجتناب المعاصي معناها الابتعاد عن المعاصي كما يمتنع عن المفترات في نهاره انتهينا يا حبيبي يلا نروح للأنشطة أنشطة الأضواء تخرج الإجابات الصحيحة مما بين القوسين من الأعضار المبيحة للفتر الإقامة العجز عن الصوم المرض الشديد الثانية والثالثة العجز عن الصوم والمرض الشديد يبقى الثانية والثالثة من مفسدات الصيام مفسدات استخدام الفرشاء المعجون لا الاكل والشرب ناسيا لا استخدام السواك لا القيء العم نعم القيء العم تؤثر نقطة على ثواب الصوم ولا تفسده الزكاة الغيبة قراءة القرآن المضمضة المضمضة عادي ما فيش مشكلة يبقى ايه؟ الغيبة إذا أكل أو شرب المسلم ناسيا بطل صومه يتم صومه وعليه القضاء يتم صومه ولا شيء عليه كريها صومه يتم صومه ولا شيء عليه آه يتم صومه يكمل الصيام عادي وما فيش عليه قضاء ولا اي حاجة طيب يلا نشاط اتنين حدد ما يفسد الصوم وما لا يفسده ثم صيل بينها عندي ما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم الاكل والشرب ناسيا يفسد ولا لا يفسد الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصوم تناول الدواء عن طريق الفم ما قالش ناسيا ولا اي حاجة لا ده هو عارف لا ده يفسد ايه الصوم المضمضة والاستنشاق لا يفسد الصوم الأكل والشرب متعمدا يفسد الصوم القيء العمد يفسد الصوم استخدام الفرشاء والمعجون لا يفسد الصوم تمام يا حبيبي يلا نروح لنشاط ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ اذا تعمد المسلم القيء فسد صومه وعليه القضاء متعمد متعمد ايه يبقى صح من مفسدات الصيام الشرب او الاكل ناسيا ناسيا لا غلط متعمدا هي اللي تفسد يباح للصائم استعمال السواك والمضمضة يباح يعني ينفع يستخدمه صح اكمل العبارات الاتية يجوز المريض الفطر في رمضان اذا كان صومه سيؤدي الى تأخر الشفاء او شدة المرض او الهلاك كل ما وصل الى الجوف عمدا عمدا يعمل ايه يفسد الصومة كالطعام والشرب والدوء غيرها من افطر يوما في رمضان بنؤة او بدون عض واجب عليه نؤة ذلك اليوم بعضر او بدون عض واجب عليه ايه قضاء ذلك اليوم اختر الحكم الصحيح نسي واكل في نهار رمضان ده ايه حكم وجوب الصيام اكمال الصيام الافطار مع القضاء اباحة الافطار لا ده اكمال الصيام ده نسي يكمل صومه عادي اكمال الصيام مريض بالكبد وسيؤثر الصيام على صحته ده ايه اباحة اباحة الافطار فتاة صحيحة تذهب الى جامعة قريبة من مسكنها اعطى حكمها ايه وجوب الصيام وجوب الصيام تمام بيقول لك قريبة يعني مسافة قريبة سافر الى المانيا دي بعيدة في نهار رمضان يبقى ايه الافطار يفطر مع القضاء لما يرجع بقى كده واستقر يفطر اقرأ ثم اجب الآية الكريمة تعالوا نشوف ما معنى قوله تعالى العصر العصر معناها ايه معناها الشدة الشدة ولتكمل العدة يعني ايه تكمل او تتم عدد صيام رمضان ما الرخصة ما الرخصة التي منحها الله للمسافر في نهار رمضان الى دولة اخرى له الافطار مع قضاء الايام التي يفطرها تمام ما اهم الافعال المباحة التي لا تفطر في نهار رمضان الاكل والشرب ايه الاكل والشرب ناسيا ايه كمان القيء غير المتعمد ايه كمان المضمضة والاستنشاق ايه كمان استخدام السواك ومعجون الاسنان تمام يا حبيبي نروح لواجب الحصة هنحل الواجب ونكتب عليه اسمين او اسم الدرس ونبعثه على جروب خمسة في التليجرام رابط قناة التليجرام وجروب خمسة في التليجرام هتركه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف او في اول تعليق اسفل الفيديو في النهاية حبيبي لا تنسلوا اشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد اللي لدينا على القناة واضغطوا اعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبه ليك اترككم فرعات الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة